فؤاد أنور أمين أفضل محور ارتكاز سعودي بشهادة كبار المدربين العالميين بزغ نجمه في بداية التسعينات الميلادية مع الفريق الأول لنادي الشباب أرقامه ومشاركاته لا تقارن بغيره من اللاعبين فهو أحد اللاعبين القلائل الذين شاركوا في جميع البطلات المتاحة على مستوى الأندية والمنتخبات ساهم في كثير من الإنجازات لناديه الشباب أهمها الدور السعودي لثلاث مرات وكأس ولي العهد لثلاث مرات أيضا وأربع بطولات خارجية وعلى مستوى المنتخب السعودي فقد كان لفؤاد أنور دور كبير في الإنجازات الدولية رفقة الجيل الذهبي للمنتخب السعودي في التسعينات الميلادية كما كان فؤاد أنور هو صاحب أول أهداف المنتخب السعودي في كأس العالم أمام المنتخب الهولندي اعتزل فؤاد اللاعب في سن مبكرة فقد كانت مباراة النصر والهلال في الألفين الميلادية هي آخر مباراة لعبها أنور وأصيب في مجرياتها ولم يعد لممارسة الكرة مرة أخرى اليوم أعلن اللاعب عن إقامة حفل اعتزاله بمشاركة نادي الأهل المصري يوم الجمعة القادم وبوجود عدد من نجوم الدوري السعودي أمثال محمد الشلهوب وياسر القحطاني ومحمود كهربا ومحمد السهلاوي وغيرهم من النجوم أربعة أيام تفصلنا عن الاحتفال بأحد أفضل وأهم اللاعبين المحليين في مركز محور الارتكاز الجميع هناك سيكون حاضرا بفؤاده قبل أي شيء آخر من أجل فؤاد أنور موسيقى